تعمل الدولة على تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتعزيز الصحة والرفاهية والعدالة من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وبناء مستقبل مرن ومستدام وتكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية ثلاثة عقود كاملة تضج بالاختلاف بين الأمس والماضي تحكي تاريخ مصر مع مؤتمر السكان والذي انعقد بالقاهرة في سبتمبر عام 1994 وهي نفس المسافة التي تصل بنا إلى نسخته الحالية المنعقدة غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهنا تتجلى الفروق بين الأمس واليوم والتي تقودنا إلى التطلع لغد عادل يوزع الرعاية الصحية والاجتماعية بالتساوي على الجميع وفي تلك النسخة لا تكتفي مصر بمشاركة واعدة تشملها رعاية الرئيس السيسي وحشد من وضع السياسات وصانع القرارات على المستويين المحلي والعالمي وإنما تنتقل بنا تلك النسخة لرحابة أكبر وأوسع لتشمل محور التنمية البشرية والذي يعد تحولا نوعيا حيث تم توسيع نطاقه مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدخارا وفي هذا الإطار يتجلى محور التنمية البشرية من خلال بلورة شاملة ومحكمة تأتي ضمن استراتيجية مصر الشاملة لبناء الإنسان خمسة محاور يدور حولها المؤتمر تستثمر في كدرات الأفراد مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد المتمكنين تلك المحاور هي الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية وبناء نظم صحية مرنة وصولا إلى المحور الثالث هو تمكين الأفراد والمجتمعات والتي تؤدي بدورها للمحور الرابع الخاص بالتكيف مع عالم متغير من حيث تركيبته السكانية والمناخية أيضا وأما المحور الخامس والأخير فهو المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية وعادلة دون نظر لاختلاف اجتماعي أو اقتصادي ولنا أن نتوقع من تلك النسخة مخرجات بمثابة بصلة وإضاءات تنير لنا على طريق رؤية مصر في عصر الجمهورية الجديدة